في معتمدية جرجيس هي تظاهرة الثقافية والسياحية النوعية لما اجتمع هذا العدد الكبير من السيارات القديمة التي تعود إلى بدايات القرن الماضي جمعت في هذا الفضاء لتكون تظاهرة ثقافية ورياضية سياحية ترويجية لهذه المنطقة نية تتجاه إلى بعث متحف للسيارات القديمة إن شاء الله بيش يكون الأول في تونس والثاني في إفريقيا إن شاء الله معهم وفع السنة يكون جاهز ويكون مفتوح للعموم والهدف إضافة السايح يلقى وين يمشي يلقى ميزور وإحنا هذا طلب كبير من أصحاب النزل في الجهة ماليكو هذه السيارات القديمة النديرة يبذلون جهدا مضعفا للمحافظة عليها أولا حتى تكون مساهمة في النشاط السياحي بهذه الجهة والترويج لها كوجهة سياحية مميزة أمام إشكالات متعددة تقف أمامهم وخاصة على المستوى الفني والتقنية أول مرة نعمل للتظاهر هذه وغرام وأكثر من الغرام فأمتني معنا للتنشيط السياحي وتنشيط الثقافي فأمتني معنا للسيارات هذه كما تشوف فأمتني معناها بسخرينها لأي تظاهرها في تونس ولا في مشكان في زرزيس بركة مشانا حتى المعمورة في نابل فأمني للتنشيط السياحي وتنشيط الثقافي وكتشوف إحنا زرزيس عندنا أكبر فلوت متاع سيارات قديمة في جاموريا كاملة مقرب إلى 129 سيارة المنتوج السياحي بامتياز 100% وإحيال التراث والسيارات معناتنا مثلا سيارات 50 سنين و70 سنين تساركل مرش الناس ما يعرفهم مش لكن ثم برش عراقين في وسطها معناتنا نحن نلتو نجروا على الفينيات نجروا على التكنيك ما ضابنا هنا الناس كلها تساهم ونعاونوا باش نشاركوا بالباه بالباه في التظاهرات يسمى منبا 10% من السيارات من الأسطول اللي عندنا في جرجيس خاطر عملنا في ساعة في ساعة المتظاهرة هذه حبينا لمدو نسكل فرمون أسطول كبير ياسر في جرجيس تظاهرة رياضية وسياحية وثقافية في آن واحد جمعت هذا النوع من الرياضة لما تمثله من إضافة نوعية للمشهد السياحي بالجهة وهي تنتظر الدعم خاصة بإنجاز متحف خاص للسيارات القديمة النادرة بمعتمدية جرجيس